لما حيكت عودي مع مجموعة من الأجانب مسارة وتحب تكلميهم تعمل عملية جذب ليهم وخاصة في موضوع السياحة الثقافية تقول لهم إيه؟ يعني إحنا نمتلك إيه؟ يعني لو قدامك دلوقتي جروب وانت بتحاولي تعمل دعاية أو تسويق لمصر إيه أهم النقاط اللي هتستني ديها وانت بتتكلمي على القهارة التاريخية أو بشكل النطاق أوسع عن مصر؟ والله يا وحضرتك يعني كل بقعة في مصر ونقدر نلقلها كتب تتقال عنها وكل بقعة لها خصوصية وكل بقعة لها خصوصية ده حقيقي ده لو حضرتك خرقت يعني داخل القاهرة التاريخية من الخليفة للسيدة زينب للجمالية هتلاقي في كل واحدة عناصر جذب لي الوحدية أنا لو علي أنا أكثر ما أعشقه في مصر يعني وأكثر ما يجب أن يتم الاستفادة منه هو تراث ثقافي غير المادي فننا تراثنا اللي بنسميه مصطلح على تسميته بالفولكلور الشعبي أو الأهازيج الشعبية الأغاني العروض الأكلات الشعبية الحرف اليدوية كل الحاجات دي ما زالت لم تستغل بالقدر الكافي يمكن العالم كله عارف عن أثارنا أو لما حد بيشوف مسألة لا تخطئها العين بنبقى عارفين أن دي من مصر ولما بنشوف جامع ببناء معين بيبقى معروف أن ده من مصر لكن مزالت الفنون الشعبية هي دي اللي ممكن نجني منها الكثير هل بنشتغل عليها ولا لا يا دكتور أريهم لا بيتم العمل عليها حاليا في كثير من المشروعات وبتحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والأثار دلوقتي الاتجاه أنه هو في أي أنت قلت لي أن فيه ووركشوب هتتعامل قريب وانت موجودة عنصر أساسي فيه يعني للترويج لمصر ده حقيقي دينا فكرة برضو ده حقيقي يعني بنعمل حاليا وزارة السياحة والأثار بتقوم بعدد من المشروعات مع عدة جهات مختلفة وعدة يعني جهات أجنبية وجهات مصرية ومحلية عشان الترويج وخل براند أو خل هوية بصرية للمدن المختلفة نعم براند أو هوية بصرية وموضوع الهوية البصرية ده بدأنا نسمع عنه في الفترة الأخيرة كتير أن كل مدينة يبقى لها هوية بصرية كل جامعة يبقى لها هوية بصرية فأنا مبسوط فأنا عاوز حاجة تسترسلي في موضوع الهوية البصرية وموضوع الترويج للموضوع ده يعني الترويج بقى مستمر ما بين لقصر القاهرة كل المدن أنا فعلا زي ما حضرتك بتقول فيه اتجاه جاري حاليا من وزارة صحة والأثار ومختلف جهات الدولة من الدولة المصرية بشكل كبير حاجات دي جزء من هوية المواطن أثرها يعني كل الحافظة لها طابع مختلف خالص وطابع مختلف وجميل ومتصق في نفس الوقت مع الأشكال الأخرى للمدن الأخرى صحيح فحاليا كل جهات الدولة بتعمل على تحقيق ده وعلى الترويج لده بطرق مختلفة جدا ايه أهم الحرف اليدوية القديمة اللي احنا المفروض نحافظ عليها وبنشتغل للحافظ عليها لو جينا نتكلم ناخد القاهرة ده من دون التراث بقى التراث الغير ماد دي طبعا بالزبط كده والحرف اليدوية حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي فعلا بتميز أي دولة عن دولة أخرى وبتميز جوة الدولة منطقة عن منطقة بما أننا بنتكلم عن القاهرة التاريخية فأنا بشوف من الحرف المتميزة جدا في القاهرة الخيامية الخيامية لها طعم ولون مميز ارتبطت بمنطقة قصبة ردوان وباب زويلة قلب القاهرة التاريخية فهي أخدت من إبداعها أخدت من الرسومات بتاعتها أخدت من فنها فن يدوي بيتعمل باليد أصحابه متمكنين منه ومتمكنين من أدواته ومتمسكين به حتى الآن وقدروا يعملوا شكل التأقلم ما بين الماضي والحاضر يعني بيحفظوا على تحديث التصميمات لكن في إطار الحفاظ على الأصل والهوية الأصلية لهذا الفن والحفاظ على الإبداع النابع من التراث المادي الموجود في منطقتهم خيامية تتميز في المنطقة بتاعة باب زويلة باب زويلة متهالي فيه محافظات ردوان خيامية فيه بعض المحافظات ولا هي أشهرها نحن أشهرها في القاهرة فيه محافظات تانية زي الفيوم مشتهرة بالفخار فيه محافظات التلي التلي أسيوت بالزبط كده أسيوت وآخميم وآخميم وشغل اليدوي والتطريز فيه النسيج اليدوي موجود فيه في السعيد عندنا حاجات جميلة قوي زي السلال أو السبت اللي بيستخدم وبيصنع من جريد النخل عندنا السجاد في سقارة وفي الجيزة يعني عندنا زخم كبير قوي قوي من المهارات ومن الحرف اللي ممكن بتنميتها وبإلقاء الدوق عليها أعتقد هي منمى وأعتقد عندنا أحسن حرفيين في العالم عايزين نحافظ عليهم وندعمهم يعني نرجع نفتكر في التاريخ لما حصل الغزو العثماني لمصر أول حاجة عملها سلطان سليم أخذ الحرفيين المهارة ونقلهم عنده يعني بنجرد من صناعة ثقافية وإبداعية غاية في الأهمية